يلا يلا دقيقتين بكونوا عندك الله معكم على السلامة دعنتك العافية يا سيد علاء الله يعافيك شو مصر يا سيد عفان تأخرت اليوم علينا بمقالتك بصراحة يا سيدي كانت معصر جمعي شوي شغل شو قصة؟ ملا بالعادة مقالاتك تعصلي جمعها صحيح بس المرة فهمي يلا شو موضوع مقالتك اليوم؟ مثل العادة انتقاد المسؤولين والحكومة وبدأ المسألة كلها التفكير وكلها الطولة يصر لك 22 سنة عم تنتقد الحكومة والمسؤولين بقى شوري جديد بالموضوع هالمرة امتقل العيارة شوي استاذ علاء وش الهون امتقل العيار يعني؟ هي طول عمرك بتتقل العيار انت صحيح بس استاذ عرفان يخليلي اياك انا ما بقدر كل مرة عطيلي العدد مشان مقالتك لذلك ارجو منك انك تجهز المقالة دائما قبل بوقت مشان ما تخلي عمال المطبعين تزروك على عيني استاذ ولا يهمك بسراء وصينا على اثنين قهوة وسط مرحبا استاذ عرفان؟ اهلين وسهلين شلونك بسرين؟ انت شلونة؟ شوف ابو سليم اذا بدكاني ادفع لك حسابك فاعزرني انا حاليا ما بقدر ادفع لك كل فرنك ولازم تمهلني لاول الشهر لش مي يجب لك سيرة الحساب؟ ولو يا استاذ عرفان؟ حقنا معك مضمون خير لكان شو بتريد ابو سليم؟ يا استاذ عرفان انا خلال هالصيف نسرق الدكانتي ثلاث مرات وهالشي ما بيجوز ابدا لأ لو نحنا ما نعايشين بغابة ولا بحارة تكلمين ايدو قلو ايه والله يا استاذ عرفان الحرمية هلكونا فاتوا على دكانتي بنص الليل وسرقولي نص خاروف من البرات حتى انا يا استاذ ما وفروني سرقولي ماكينة الحلاقة والاستشوار والموس لك حتى المسن سرقوه اوف ومين يلي متحطط عليكن وعم يسرقكن؟ مين بدي يكون يعني؟ هالولاد الصائعين الميعين قليليني التربية اللي قاعدين بالحارة لا شكل اي ولا عملي طيب ليش ما بتشتكوا لشرطة؟ ومين قالك ما اشتكينا؟ ايه وشو كانت النتيجة؟ يا سيدي بيمسكوهن وبيحبسوهن كم شهر بهالسجن بعدين بيطالعوهن وبيرجعوا وامروا وقلعن من الاول ايه والله يا استاذ عرفان لأ واللي بيدشك اكتر انه عم يسرقوك بوقاحة ما تربوا من الحبس اللي حبسوها؟ طيب عفون يا جماعة انا شو دخلني؟ يعني بقش بقدر ساعدكن استاذ عرفان انت صحفي مهم والكل بيحسبلك حساب بقى لازم تنبه المسؤولين حتى يهتموا بامن المواطن اكتر لا لا ياهو سليم انا هالشغلات ما بتدخل فيها منوب ولا بكتب عنا على الاطلاق ما بحب خوط فيها لا من قريب ولا من بعيد ليش بقى؟ اخي انا نادر قلمي لمهاجمة المسؤولين العرب وانتقادهم من النواحي السياسية التقيلة يعني شغلتي بالتحديد هي شجب التصرفات الغاشمة لبعض المسؤولين السياسيين الكبار مو كلهم لانه في مسؤولين بينشربوا مع المي العكري هيك يا بدولي وبالتالي مهمتي الرئيسية هي القاء الضوء المكثف على ممارستهم يلي ما بتتمتع بالمصداقية والشفافية اتجاه جعوبهم هذا شغلي من اكتر من 22 سنة متل ما بتعرفوه اما الشغلات المحلية المجأجأة فانا بمنأة عنها تماماً بالمناسبة في بيه العدد يلي صدر صباح هذا اليوم مقال جريء عم هاجم فيه دون هوادي المسؤولين السياسيين العمالقة اصحاب السروات ومليارات الدولارات المودعة في بنوك اجنبية شو عنوان المقال استاذ؟ الدولار يغزو قلوب السياسيين الكبار يا هادية نوصي لي صوت التلفزيون نعلك شوي هلأ نوصته بدكاني نوصه كمان شوي ايه نوصي كمان انا وصته وما عدت سمعت شي معلش مو ضروري تفهمي هلأ خليني خلص هالمقالة بالأول هلأ مو هاي المقالة الاسبوعية تبع انتقاد السياسيين العرام مبلا هاي هي ايه طول عمرك بتكتبها بربع ساعة وكتير من الاحيان بتكتبها بالحمام شو صايل لك اليوم ما لك عرفها بتكتب كلمتين على بعضهم والله ما بعرف يا هادية عم اعصر مخي وما عم يطلع معي شي طيب ليش شو اللي تغير ما بعرف بس عم حاول اربط بين فقر الشعوب وثراء السياسيين يعني هيك الموضع هلأ لك شو موضع انت التانية شو كندرة هي ولا فستان اللي بقصدو انه هلأ صار ميما كان بيجيب معدد السياسيين العرب وهن من تم ساكت هلأ مشان الله هادية تركيني شوي وخليني اعرف وظف بنات افكاري عالوراق لازم يطلع معي شي مهم بالأفلة متل ما بدك انا فايتي عالمطبخ ان اختلال التوازن المالي في ثروات البلاد يرجع الى سوء توزيع هذه الثروات كذلك الاقرع الاصلع ذي اللحية الكثيفة الكثة فلو قدر لبعض من شعر لحيته ان يغطي رأسه لكان ذلك عدلا ولكن ان تشفط اللحيته كل الشعر وتحريره بمكان المرغة هادية يا هادية شبك عرفان عم تناديلي ايه عم ناديلي شو عم تعملي عندي عم بخفق بيط بدي اعمل قالي بقاتو وما لقيت يا غير هالوقت حتى تعملي قاتو تخفق بيط مالك شايفتين عم بيشتغي عرفان لا تجنني على التلفزيون ما خليتني اتفرج وحكي ما سمحت اللي احكي معك قالي بقاتو ما بدكياني اعمل لك شبك شو صعي لك اليوم بدكياني اترك لك البيت وامشي لحتى تكتب البطيخة تبعك ما عليش حبيبتي لا تأخذيني انا متوتر شوي لانه لازم سلم المقالة بكرة الصبح لرئيس تحرير طيب واذا ما سلمت شو رح يصير يعني يلي رح يصير انه العدد كل ما رح يطلع والاشعاعات رح تكتر والشاطر رح يقول خرسوم اشتروم وقفوم حبسوم لعنوا ابوم وردي على عالم اذا بتحسني تردي طيب انت ليش حامل السلم بالعرض خلاص انا بحلل لك المشكلة شلون يعني بقى بتحليلي المشكلة هاتي لشوف هاتي خانوم رح تكتبين مقالة عني يعني هلأ ما رح اكتب عنك لكن مين هلأ انت ما بدك مقالة عن سروات سياسيين العرب والاحصاءات عن كل واحد شو بيملو ببنوق العالم واثر هالشي بالاقتصاد العربي مبلا هاد هي اللي بديها هلأ كان لحظة شوي لما رايحة عمحلك لحظة روين موسيقى فضل عرفان شو هاتي؟ هاي مقالة عن السمود والتصدي والتحدي والامبريالية الشريسة والصيونية الغاشمة ولكن منين كشتية هاي بطلانة موضة هالخطاب من زمان قال صمود والتصدي قال وهي مقالة عن الصمت العربي إذا ما يدور بفلسطين بإمكانك تضيف عليها العراق مين كاتبة؟ مين يعني كاتبة؟ أنت أنا كاتبة؟ أه ومن 25 سنة احطيها مع جنب تلزم يا سيدي وهي مقالة عن سروات السياسيين العرب وانت عاش بلدانهم لو وزعت هذه السروات على مشاريع تنموية حلو كتير عظيم جدا هاتي لشوف تفضل يا سلام عليكي هذا هو بيت القصيد شفت أنه أنا فيدك بعض الأحيان لك مو بعض الأحيان أنت بتفيديني دائما بس شلون نوعو هالمقالات بين إيديكي؟ يا سيدي من يومي كتعم عزل المكتبة عم طلعوا بين إيديي واستحوا نتكبوا منيح للمكب بيتي يوم بس بتعرفي خايف تكون هالمقالة منشورة ها؟ أكيد منشورة ومقرخة بـ 25-5-981 والله يا هادية إذا كانت منشورة مشكلة وضخيلك؟ مين راح يدقي إذا كانت منشورة ولا ما لمنشورة؟ أصبح راح أبيض على ورق جديد حتى يفكروا جديدة أم؟ وأنا شو مكافأتي عندك؟ بوسي إيوه دخيلك أنت وهالمكافأة تفضل الأستاذ علاء بس لحظة أستاذ عرفان مع الموافقة ما بدل تقرأها بالأول الأستاذ علاء؟ وليش تحتقرأها؟ هلأ ما قالتك مو عن سروات المسؤولين وانت قادلة سلوكهم؟ طبعاً خلاص ما بدي إقراها المعركة مع المسؤولين ما تزال مستمرة فضل شكراً يا عاطك العافية الله يا عبي مع السلامة ألو نعم أهلين هادية طب مني عرفان مشي حال المقالة؟ اي 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 مشي حالة ورح أأخذها على المطبعة اي معناها من اليوم ورايح لبقى تاكلهم كل ما بتلاقي حالك مزنو دور لك على مقالة قديمة نوفيها هلأ شو لزوم هالحاكي على التليفون؟ ليه لي هلأ بدك شي؟ اي بدي إقلك انه أنا هلأ راحل عند إختي بدي روح أنا وياها على المستشفى بدنا نزور بنتها بمناسبة ولادتها بقى يمكن أنا أتأخر عندون وبجوز ما أطبخ دبر حالك حبيبي اي مو مشكلة روحي ولا همك ماشي رحال الله معك لحظة لحظة يا حباب وين هربان؟ مالي هربان يا أستاذ خير شو بتريد؟ ولك يا أخي أنا طلبت شرحات مطفاية مع صحن حمص وسلطة مشي نصاعة زمان بقى شو صار بالطلع؟ طويل بالعك يا أستاذ هلأ بيجي على عيني طيب يا أخي ننطفلنا الطاولة على الأقل كوب صحن السكاير إيم هالعصير من خلقتي صر لهم قدامي من وقت ما عطع الطاولة معقولي قعد على وصى خيري على عيني لا أهل مائي هيا منها لك القازوصة هيا جلاك هيا جلاك أ хотodyغي عيني المترجم للقناة 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 المترجم للقناة